السلام عليكم اليوم بشرح لكم طريقة ارسال الصور بجودتها الاصلية لان البعض يعاني من ان الصور لما ترتسل بالواتساب توصل بجودة قليلة جدا يعني اذا هي مثلا 5 ميجا ولا 6 ميجا ترتسل بالواتساب توصله هي 50 كيلو لكن هذه الطريقة سترتسل الصور كما هي نذهب الى الارسال الوصايت ثم نذهب اذا اردنا نرسل صورة الى المستند نرسلها كمستند ليست كصورة ثم نذهب الى المتصفح نرسل الصور ونختار الصورة التي نريد ارسالها والتي تكون هذه ايو ارسال انا نلاحظ هنا ان حجم الارسال الصورة الاصلية 500.4 يعني بجودة جدا ممتازة واذا ارتسلت سوف تصل الى المستقبل كمستند اذا فتحات نفتح كصورة شكرا لكم ارجونا هنا لعجابكم الى اللقاء اشتركوا في القناة